اذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم ولا الاهتمام في قطاع التعليم بمختلف انواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهال في بناء متطلبات المرحلة المقبلة طريق الابتكار طريق الابتكار طريق الابتكار برنامج يتناول الاستراتيجية الوطنية للابتكار ويبحث في جوانبها المتعددة وانعكاس نتائجها على موقع السلطنة ضمن مؤشر الابتكار العالمي ويستعرض أبرز المبادرات الوطنية التي تعزز وتدعم منظومة الابتكار في السلطنة من خلال الحوار مع عدد من المسؤولين والخبراء في مجال الابتكار من مختلف المؤسسات المعنية طريق الابتكار من ضمن أهداف المجلس البحث العلمي أن تكون السلطنة من ضمن أفضل عشرين دولة في مجال الابتكار واحد من المؤشرات التي هي الكبيرة نحن حققين فيها مستوى مرتفع وهو مثل إنفاق على قطع التعليم التحديات ليست مالية وإنما هي التحديات تحدي إرادة وطموح وعزيمة منصة إيجاد أو منظومة إيجاد هي توجيه القهود نحو التركيز على البحوث التطبيقية لكي تكون لدينا منظومة فاعلة في جميع مراحل البحث نقطة البداية هو نحن نريد أن نتأكد أن هذا الفريق قادر على تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تقنية طريق الابتكار إعداد وتقديم خالد بن عبدالله السلامي إخراج حمد بن عامر الوردي طريق الابتكار توظيف الاستقرار السياسي اقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج طريق الابتكار مستمعين إن من أهم مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي يقوم عليها مجلس البحث العلمي ويتم تفعيلها من مختلف المؤسسات في السلطنة الإرادة السياسية والهوية الوطنية وطبيعة الإنسان العماني الرائد بطبعه والتعبئة الوطنية وقد اعتمدت السلطنة في عداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار على المنهجية الموجهة بالتحديات الراهنة ومنهجية استشراف المستقبل الموجهة بالتغيرات الديناميكية حيث تركز رؤية الاستراتيجية على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار وتكون السلطنة ضمن أعلى عشرين دولة قائدة للابتكار بحلول عام عشرين أربعين الاستراتيجية الوطنية للابتكار تساهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على الابتكار مستمعين العزاء لا يخفى على أحد مدى التأثير الإيجابي للاستقرار السياسي لأي بلد في نموه وتطور اقتصاده وما يتيحه الاستقرار السياسي من فرص تأسيس الشراكات والترابط محليا وإقليميا ودوليا إلى جانب فتح المجال لتطوير برامج ومشاريع في كافة المجالات ويفتح آفاقا رحبة لتطوير السوق المحلية وربطها بالأسواق المجاورة لها وعقد اتفاقيات تجارية تدعم الاقتصاد الوطني وبالنظر إلى مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 نجد أن السلطنة صنفت في المرتبة الخامسة وثلاثين عالميا في مؤشر الاستقرار السياسي وبغض النظر عن مدى دقة هذا التقييم ومقارنته بواقع الحال وما تشهده السلطنة ولله الحمد من استقرار سياسي على أعلى المستويات فإنها مرتبة جيدة مقارنة بمجمل المؤشرات الأخرى التي تضع السلطنة في المرتبة الثمانين عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 وفي هذه الحلقة من برنامج طريق الابتكار سنتحدث عن دور الاستقرار السياسي في تعزيز الاستثمار الاقتصادي وكيف يمكن توظيف هذا الاستقرار في السلطنة اقتصاديا ودور سفارات وخنصليات السلطنة في مختلف دول العالم في التعريف بالسلطنة كبيئة داعمة للاقتصاد والابتكار وتمييزها بالاستقرار السياسي وغيرها من الجوانب التي تعزز تقدم السلطنة في منظومة الابتكار فأهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج طريق الابتكار الاستراتيجية الوطنية للابتكار سياسات متناغمة وتكامل نسيجي بين مكونات المنظومة الوطنية للابتكار مستمعين العزاء ضيفنا في هذه الحلقة هو سعدة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية سعدتك أهلا ومرحبا بكم معنا أهلا ومرحبا يسعدني في أن أكون معكم في برنامج الطريق الابتكار أهلا وسهلا بك سعدتك طبعا نحن في هذا البرنامج نعرج على الاستراتيجية الوطنية للابتكار ودور مختلف المؤسسات أيضا في تحقيق أهدف هذه الاستراتيجية وبلا شك بأن الاستقرار السياسي أمر مهم جدا في تحقيق كثير من جوانب هذه الاستراتيجية والكثير من الجوانب الاقتصادية ومجالات الحياة بشكل عام في أي دولة من الدول بداية سعدتك دعنا نضع إطارا لحديثنا من خلال الحديث عن الاستقرار السياسي كمفهوم الاستقرار السياسي بالنسبة لكل دولة هو خلو تلك الدولة من المشاكل ومن الحروب وأيضا خلوها من الاضطرابات في الداخل وهذه حقيقة والحمد لله السلطنة تخلو من كل هذه الأشياء مما جعلها من الدول التي يشار إليها بالبنان بالنسبة للاستقرار السياسي وحقيقة الخلو من المشاكل والاضطرابات في هذه المنطقة التي نحن فيها حقيقة يعتبر ميزة لأن كما تعلم المنطقة التي تحيط بنا لا تخلو من الكثير من المشاكل وكون السلطنة هي واحة للأمن والأمان في هذا الجزء من العالم هذا مؤشر قوي حقيقة على أن السياسات التي تتبعها السلطنة كانت بقيادة الراحل المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحاليا هناك استمرارية لهذه السياسة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق فالاستقرار بشكل عام هو ما تسعى إليه الدول لأنه يعتبر قيمة مضافة للدولة من ناحية سمعة تلك الدولة ومن ناحية تقوية مركزها لكسب الاستثمار وأيضا لكسب السياحة وأيضا كما تطرقت أنت في المقدمة مكسب في تعزيز مكانة هذه الدولة سواء السلطنة وغيرها في المؤشرات العالمية وأكيد سعدتك كدبلوماسيين وتلتقون أيضا بكثير من الدبلوماسيين حول العالم موضوع الاستقرار السياسي في البلدان أكيد هذا يشغل بالمعنين بالسياسة في هذا العالم بالتأكيد من خلال خبرتي الدبلوماسية والتي أخذتني إلى العديد من الدول مررت بتجارب حقيقة مررت بتجارب في بلدان كانت مستقرة وكانت ناجحة اقتصاديا مثل ألمانيا وأيضا شاهدت عدم الاستقرار ماذا يفعل بالدولة فكنت في مرحلة من المراحل على سبيل المثال في جمهورية مصر العربية وعايشت المرحلة التي مرت بها مصر بعد 2011 والمشاكل التي تولدت تباعا تؤثر على كثير من مجالات الحياة بالتأكيد حقيقة من خلال التجربة الدبلوماسية في هذه الدول سمعت الكثير من الإشادة بالسلطنة ومدى الاستقرار التي تتمتع به ويشير إليها البعض أنها مثال لكيفية الوصول لهذه المرحلة من الاستقرار وهذا لا يتأتى إلا من خلال السياسات الحكيمة ومن خلال الترابط بين القيادة وبين المواطنين ولعل هذا ربما واحد من الأسس الداعمة والقوية للنهضة الحديثة التي تشهدها السلطانة ولله الحمد طيب سعدتك المؤشر العالمي للإبتكار لعام 2019 أحد المؤشرات التي ربما ستكون في ضمن الأطر التي تقيم من خلالها الاستراتيجية الوطنية لإبتكار كمؤشر محايد في 2019 هذا المؤشر يضع السلطنة في المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي كيف تنظر سعدتك إلى هذه المرتبة؟ أنا حقيقة سعيد وفخور في أن أسمع بأن السلطنة في هذا المركز المتقدم بالنسبة لمؤشر الإبتكار العالمي وهذا أيضا انعكاس على ما هو الواقع في السلطنة ومثل هذه المراكز في هذه المؤشرات العالمية حقيقة هو مكسب وأيضا داعم للسياسات التي تطبق في الداخل وخاصة السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية وما يتعلق بالسياحة أيضا ذلك مؤشر على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي حسب فهمي تأتي ضمن رؤية 2040 تأتي يعني هذه الاستراتيجية بدأت بالإتيان بنتائجها وهذه قد تكون البداية وعلى الحسب ما علمت أن الهدف على المدى الطويل أن السلطة تكون ضمن 40 الأربعين الأوائل بالنسبة لمؤشر الإبتكار العالمي ضمن أفضل 20 دولة هذا تحدي كبير ولكن يبدو نحن في الطريق الصحيح وإن شاء الله سوف نصل طيب يعني سعادتك وما زلنا نتحدث عن موضوع الميزة التي تحظى بها السلطنة موضوع الاستقرار السياسي كيف يمكن توظيفه في تعزيز الاستثمار الاقتصادي الذي هو أيضا جانب مهم من جوانب المنظومة الابتكارية هو بالتأكيد أن الاستقرار السياسي والاستقرار بشكل عام في كل بلد يعطي دافع قوي للمستثمر والسائح عندما ينظر إلى خارطة العالم ويرغب في اتخاذ قرار أين يستثمر أو أين يزور فهذه أحد الاعتبارات التي يضعها في حساباته إلى أي مدى هذا البلد آمن آمن ومستقر وكما تعلم أن بعض الدول تنصح مواطنيها في أين يذهبوا وأين يستثمروا وأين يزوروا فعندما يكون مؤشرك للاستقرار قوي هذا يشجع هذه الدول في أن تضعك في خانة بحيث أن مواطنين الدول الأخرى يتشجعوا لأن يأتوا إليك كمستثمرين أو كسائحين فهو بالتأكيد مؤشر الاستقرار يكون في أحد أهم الحسابات التي يتخذها صانع القرار أو متخذ أو رجل الأعمال أو من يرغب في القيام بالسياحة هنا وهناك وهذا لاحظت حقيقة في الدول الغربية فأرجع مرة أخرى إلى ألمانيا عندما يحدث شيئا ما في الشرق الأوسط على سبيل المثال دائما ما نحصل على اتصالات هل هذا يؤثر على الوضع في السلطنة أو هذا بعيد عنكم أو قريب منكم لهذه الدرجة لهذه الدرجة يعني ولكن الحمد لله خلال كل هذه السنوات الخمسين الماضية السلطنة تمتعت باستقرار استثنائي مما حقيقة يجعل ما يقوم به أو ما تقوم به الأجهزة المعنية مثل موضوع الابتكار أو التسويق الاقتصادي أو التسويق الاستثماري للسلطنة يسهل لهم كثيرا عندما يسعون للتسويق للسلطنة يستخدمون هذا العامل الإيجابي أو هذا أسميه نقيمة مضافة الاستقرار في السلطنة بحيث يشجع الآخرين على إعطاء السلطنة حقها ورؤيتها كما هي عليه فعلا يعني نستشعر من كلام سعادتك أنه لهذه الدرجة أنه فعلا رأس المال الأجنبي يعني مثل ما يقال جبان يعني هي قلق دائما حتى وإن كان هناك أحداث ربما محيطة بالبلد الذي يستثمر فيه فتجده قلق ويتواصل مع المعانيين بهذا الأمر ليستفسر هل هناك تاثير على الأسواق وعلى الاقتصاد بشكل عاما بالتأكيد كما تعلم في الدول وخاصة الدول الغربي هناك وعي وهناك اهتمام بمسألة الاستقرار وبأن المنطقة أو الدولة التي يرغبون في الذهاب إليها تخلو من المشاكل التي تعاني منها حقيقة وللأسف الكثير من دول في المنطقة ولذلك تجدهم دائما متابعين على تواصل وتأتي استفسارات للسفارات ولكن كما ذكرت أن الواقع السلطنة في النهاية هو الذي ونحن لا ندعي شيء يعني عندما كنت سفيرنا ودبلوماسيين نحن فقط نبلغهم بالواقع وأيضا في الجانب الآخر أنا متأكد أن السفارات الأجنبية أو السفاراتهم هنا في السلطنة أيضا تنقل الصورة الواقع التي هي في السلطنة والتي هي تنم عن الاستقرار المجتمعي والاستقرار السياسي وهذا حقيقة ناتج من عدة هناك وقايع تعزز هذا الواقع وهي أن السلطنة تخلو أو لا يوجد مواطن عماني مثلا انضم إلى هذه الجماعات الحمد لله الإرهابية أو المتشددة والسلطنة والحمد لله تخلو من كل المؤشرات التي يشار إليها بالإرهاب وحقيقة هذا أيضا دفع قوية لا تتصور أن مثل هذا المؤشر كيف يكون وقعه الإيجابي لدى الآخر وأيضا وقعه الإيجابي على السلطنة نفسها سنتوسع سعادتك إن شاء الله في الأدوار التي تقوم بها أيضا وزارة الخارجية وصفارات وخصوليات السلطنة في التعريف بهذا الأمر وتعزيز استثماره في جوانب كثير ومنها الجوانب الاقتصادية لكن بعد أن نستذنك سعادتك لنذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا مستمعين الكرام الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية عمان عشرين أربعين تناغم وتكامل في الأهداف أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في حلقة هذا اليوم من برنامج طريق الابتكار الذي نطرح فيه موضوع توظيف الاستقرار السياسي اقتصاديا وضيفنا في هذه الحلقة هو سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية سعدتك نرحب بك من جديد في برنامج طريق الابتكار أهلا وسهلا سعدت تحدثنا عن جوانب كثيرة فيما يتعلق بأهمية الاستقرار السياسي بالنسبة للبلد وكيف يمكن استثماره في الجوانب الاقتصادية الآن ما هي الأدوار التي تقوم بها وزارة الخارجية في هذا الجانب بالتحديد للتعريف بالاستقرار السياسي والفرص الاستثمارية المتاحة أيضا طبعا بتعاون مع الجهات المعنية في هذا الجانب كما يعلم البعض أن في الخارجية هناك قطاع خاص يسمى القطاع الاقتصادي وهو يعنى بكل ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية التي تهم السلطنة في التعاملاتها الخارجية أيضا يوجد لدينا ما يقارب ستين بعثة دبلوماسية منتشرة في جميع أنحاء العالم بين سفارة وقنصلية ومندوبية وكل هذه السفارات تسعى أيضا من أجل إظهار السلطنة في مجملها وما تتمتع به السلطنة من استقرار ومن مقومات اقتصادية وسياحية وذلك يتأتى من خلال اللقاءات المباشرة مع صناع القرار ومع الجهات الاقتصادية والاستثمارية في تلك الدول أيضا تقوم السفارات بتنظيم زيارات سواء زيارات للمسؤولين العمانيين للذهاب إلى تلك الدول أو زيارات للمسؤولين من تلك الدول أو رجال الأعمال يأتون للسلطنة ولكني شخصيا أعتقد هناك مجال لتفعيل هذا الجانب بشكل أفضل وذلك يتأتى من خلال وضع استراتيجية أيضا مكملة للاستراتيجيات الوطنية التي نراها حاليا مثل استراتيجية الإبتكار وخلافه وهذا الاستراتيجية تعنى بكيفية تسويق السلطنة ومقوماتها وما تتمتع به من إمكانيات في الخارج وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والجهات المعنية في السلطنة وأعتقد أنه من خلال رؤية 2040 كثير من الأمور والمقومات وتفاصيلها ستكون واضحة بشكل أكبر وأعتقد سيكون هناك تركيز على بعض الجوانب في الاقتصاد وإذا ما تم ذلك سوف يسهل للسفير أو للسفارة في تحديد ما هي الأولويات ورؤيتي هنا أن نحدد الأولويات بناء على كل دولة يعني ما هي أولوياتنا مع اليابان مثلا وما هي أولوياتنا مع كوريا وأيضا ما هي أولوياتنا مع الولايات المتحدة على سبيل المثال وعلى ضوء هذه الأولويات وهذه الأطر يتم التواصل خطة التعريف بالسلطنة في هذا الجامع طيب يعني ساعتك نسمع أن هناك بعاد سياسية لفتح الاستثمارات الأجنبية وأنه لابد أن تكون هناك ضوابط معينة لتوجه ربما لفتح الاستثمار الأجنبي هذا على صعيد الرسمي هل فعلا هناك مثلا ضوابط معينة للاستثمار بحيث أنه لدينا ربما خطوط وأبعاد معينة لابد من مراعاتها قبل التوجه في هذا الجانب أعتقد هي الظوابط في مسألة المحافظة على الأمن الوطني للبلد وعلى الاستقرار الاجتماعي على ذلك أعتقد أن السعي من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية من الخارج هو هدف تسعى إليه كل الدول وهناك حقيقة الآن منافسة شديدة بين دول العالم في إظهار الأمكانيات التي تتمتع بها هذه الدولة وتلك ولذلك يجب علينا نحن في السلطنة أيضا أن نسعى بكل ما أوتينا سواء الجهات المعنية هنا في داخل السلطنة المعنية بالجوانب الاقتصادية وأيضا نحن كسفارات أو كالذراع الدبلوماسي للسلطنة في الخارج فعملنا وعمل الجهات الأخرى في السلطنة مكمل حقيقة وهناك أعتقد بالإمكان أن تكون هناك استفادة متبادلة بين كافة الأطراف وحتى استفادة متبادلة بين الدول وحقيقة أعتقد الوضع القانوني أو الإداري في السلطنة هو وضع جيد وهناك الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربطنا وخاصة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وحماية الاستثمار فالأطر القانونية والإدارية موجودة من أجل تعزيز التعاون مع الدول ويجب علينا حاليا هو في وجود الخطة أو الرؤية 2040 تفعيل هذه الفرص وأعتقد المؤشرات سوى المؤشر الابتكار الذي أشرت إليه والمؤشرات الأخرى تساعد في هذا الإطار وتقوي من الانطباع عن السلطنة لدى المتلقي الخارجي طيب سعدتك الظروف المحيطة بأي دولة إلى أي مدى أيضا حتى وإن كانت هذه الدولة من أفضل الدول استقرارا سياسيا لكن كانت هناك الظروف تحيط بهذه الدولة فإلى أي مدى هذا أيضا يشكل تحدي في موضوع الاقتصادي هنا نتكلم وقلب الاستثمار الأجنبي هو بالتأكيد تحدي يعني أنت تقع في منطقة مثل منطقة شرق الأوسط أو منطقة الخليج لأنه في الأخير الاقتصاد هو تكاملي والاقتصاديات بين الدول متداخلة وما يقع في مكان ما يؤثر على المكان الآخر فعلى سبيل المثال حاليا ترى مدى التأثير الذي أحدثه مرض أو انتشار فيروس كورونا أول شيء تأثيره على الصين نفسها وتأثيره على النفط على سبيل المثال وتأثيره على التعاملات التجارية بين الصين وبين كافة دول العالم هناك أشياء خارج إرادتك وخارج إرادة الدولة أو سيطرة الدولة فهذه لا تستطيع أن تتحكم فيها ولكن أعتقد من خلال التجربة التي عاشها العالم ومن خلال مشاهدته لواقع المنطقة على خلال لنقول خمسين السنة الماضية أعتقد شخصيا تولدت لديهم طباع بأنه برغم كل هذه المؤثرات السلبية التي تقع أحيانا هنا وهناك في منطقتنا إلا أن السلطنة ظلت والحمد لله واحد سلام وواحد استقرار وواحد آمان وهذا يتعزز يوما بعد يوم وتعزز حقيقة أيضا في الفترة الأخيرة في الفترة الانتقالية التي مرت حقيقة وأشاد بها العالم أجمع وهذا كله تعزيز لأن الانطباع مهم لدى المتلقي الانطباع مهم لدى الإنسان الخارجي تاريخ الاستقرار السياسي في الدول أيضا يتتبع يتتبع وهذا شيء تراكمي والحمد لله طوال هذه السنوات لم يؤثر شيئا بشكل سلبي على هذا الاستقرار وهذا الانطباع الإيجابي للسلطنة لدى الآخر طيب سعدتك كيف من الممكن تعزيز وتوظيف هذا الاستقرار السياسي خلال المراحل القادمة ليدعم ربما تقدم السلطنة في منظومة الابتكار بشكل عام لأن منظومة الابتكار تحوي كثير من المؤشرات الجانب الاقتصادي هو واحد فقط من هذه المؤشرات فكيف يمكن أن يعزز ويستثمر الاستقرار سياسي استثمارا أمثل في هذا الجانب ولن أعتقد الخطة الاستراتيجية أو الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي يقوم بها مركز البحث العلمي هي في حد ذات إضافة مهمة لرؤية 2040 وأعتقد هذه الخطة إذا ما نفثت كما هو مأمول منها ستتيح الفرص لشباب العماني من أجل خلق فرص عمل لهم وذلك أيضا سيوسع من الاقتصاد نفسه سيتيح فرص عمالة للمواطنين وهذا بحد ذاته سيجعل الاقتصاد العماني تنافسي لأنه سيكون كلما كثر الابتكار كثر الاعتماد على النفس وكلما تعزز ذلك في المجمل سيعزز من تنافسية الاقتصاد العماني سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الدولي وأيضا وجود بعض الابتكارات التي إن شاء الله نأمل أن تميز السلطنة أو سيتميز بها المبتكر العماني سيحسن أو سيضيف إلى الانطباع الإيجابي للسلطنة لدى المتلقي الخارجي وحقيقة هذا يتعزز من خلال تكاتف الجهود لكافة المعنيين وكافة الجهات في السلطنة من أجل الدفع بهذه الفرص التي توفرها السلطنة والاستفادة منها كما يجب وأعتقد أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله هو أيضا من كان كما يعلم الجميع هو كان مشرف على رؤية الفين واربعين اللجنة الرئيسية ولذلك نأمل أو المأمول أن هذه الرؤية إن شاء الله ستشهد انطلاقة جديدة تعزز ما هو مأمول لهذا البلد العزيز طيب سعدتك في سؤال أخير حول المرتبة التي تحدثنا عنها في موضوع الاستقرار السياسي في مؤشر الابتكار العالمي المرتبة 35 هل تعتقد بأنه خلال السنوات القادمة سينعكس تقدم الاستقرار السياسي في منظومة الابتكار بشكل عام على هذه المؤشرات من المتوقع أنها إن شاء الله ومن المؤمل أن تتقدم لأن الواقع يقول بأنه أفضل من 35 إن شاء الله خلال السنوات القادمة إن شاء الله لا أنا متأكد إن شاء الله من خلال هذه الرؤية والاستراتيجية الوطنية للابتكار ومن خلال الاستقرار الذي تتمتع به السلطنة إن شاء الله موقع السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي سوف يتحسن للأفضل وكل المؤشرات إن شاء الله للسلطنة سوف تتحسن وأكد هنا أن نحن في وزارة الخارجية وسفرات السلطنة في الخارج نتعهد بالقيام بواجبنا في هذا الإطار من أجل تعزيز هذه السمعة التي تتمتع بها السلطنة وإظهار الموقع الحقيقي أو الواقع الحقيقي للسلطنة سواء في مجال الابتكار أو في مجال المقومات الاقتصادية الأخرى شكرا جزيلا لك سعدة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية على وجودك معنا وعلى كل هذا التفاصيل حول موضوع الاستقرار السياسي وتوظيف اقتصاديا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم سعد في أن أكون بينكم اليوم وأمن لكم والاستراتيجية الوطنية للابتكار ولهذا البلد الغالي كل التوفيق شكرا جزيلا سعد إذن مستمعين الكرام كان هذا حديثنا في حلقة اليوم من برنامج طريق الابتكار عن الاستقرار السياسي ودوره في تعزيز الاستثمار الاقتصادي وكيف يمكن توظيف هذا الاستقرار في السلطنة اقتصاديا نتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى شكرا لكم على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريق الابتكار إعداد وتقديم خالد بن عبدالله السلامي إخراج حمد بن عامر الوردي ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة